لاحظ الانتخابات في إيران الآن فيه هناك أعين العالم والوكالات والحكومات مهتمة جداً مفتوحة على الانتخابات الإيرانية الدليل على حرية الانتخابات في إيران وأنها ذات مصداقية وما في أي كلام ما يقال في الإعلام الغربي نعم بدليل إلى الآن محد يعرف من سيكون رئيس الجمهورية القادمة قبل 48 ساعة إلى الآن معنا عادة في الانتخابات الدول الآن يعرف أن الحزب الفلاني متقدم أو الحكومة تدعم الشخص الفلاني إلى آخره لكن في الانتخابات الإيرانية تلاحظ أن الآن مبهم من سيكون فيه هناك إصطلاعات وكل إصطلاع يقول الزود عندي وهناك طبعاً إصطلاعات نسبياً لها مصداقية مثل وكالة فالس لأنها محايدة نسبية فبالتالي ونرى أيضاً أن النظام نفسه لا يتدخل بتقوية أحد المرشحين على الآخرين وهذا ميزة في الديمقراطية الشعبية في إيران ترجمة نانسي قنقر